اشتركوا في القناة دعينا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يغفر له ويرحمه وسبحان من له الدواب النهاردة في حلقتنا هنناقش قضية مهمة جدا تتعلق بالأسرة المصرية وهي خاصة تتعلق بالطفل الذي يعد بنات المجتمع المصري الأساسي مع ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة إن شاء الله وهيكون معنا المستشار محمد سليمان جاد المرشح لمنصب نقيب محمين جنوب القاهرة والأستاذ رعد جابر محامي بالاستيناب أهلا بحضراتكم أهلا بحضراتكم ولكن قبل ما نتطرك إلى هذه القضية في حلقتنا اليوم النهاردة كان في حدث مهم جدا وهو افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ووضع حجر الأساس لأول قطار كهربائي في مصر وهو القطار الكهربائي الخاص بالسلام والعشر من رمضان والعاصمة الإدارية ووضع حجر الأساس برضو أيضا لمحطة عدلي منصور التبادلية والتي بتعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة ومدن محافظات الجمهورية هذه المحطة بتضم مجمع نقل متكامل لخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا وتربط ما بين خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية بصراحة يعني مترو الأنفاق بيعود من أهم المرافق الحيوية في مصر وهو يعود من أهم وسائل النقل يعني اللي بتسهل الوقت وبتسهل المجهود وبترحم المواطن من التزاحم بشدة تزاحم الموجود في الشارع واللي احنا كلنا بنشوفه كل يوم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى الرئاسة كان توجه للحكومة أنه هو الإسراع فوري في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات النقل من أجل تحقيق التنمية المستدامة النهاردة وزير النقل أعلن أن حجم الاستثمارات في قطاع النقل وصل إلى تريليون ده خاص بخطة وزارة النقل بالمشروعات الخطة اللي وضعها لوزارة النقل من عام 2014 لعام 2024 والزاحة كالتالي 377 مليار جنيه للطرق والكباري ومنها 142 مليار جنيه للسكك الحديدية و512 مليار جنيه للنفاق والجر الكهربائي و49.5 مليار جنيه للنقل البحري و114.6 مليار جنيه للمواني البرية و2 مليار جنيه للنقل النهري بصراحة يعني أن الدولة المصرية وضعت خطة واضحة بأن يكون هناك تقليل للكسافات المرورية باستخدام كل الإمكانيات المتاحة لدى الدولة من أجل أن المواطن المصري يعيش في راحة اللي رايح عمله أو وظيفته أو بسبب الزحام المروري المتواجد حالياً نشوفه حالياً في الشوارع وده بقينا بنشوفه واضح جداً أن هذه المشروعات الضخمة بنشوفها في شبكات الطرق الموجودة اللي أصبحت بتمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية وفيه برضه بصراحة يعني الواحد شايف أن اللي حدث في مترو أنفاق منذ ست سنوات من إحلال وتطوير وتجديد لم يحدث من قبل على مدار التلاتين عام الماضي فيه حاجة مهمة جداً المفروض برضه النهاردة أعلن عنها وزير النقل بعد الافتتاح وفيه مداخلات تلفونية مع الزميل الإعلامي أحمد موسى تحدث عن أنه بداية من الغد سيتم تطبيق الأسعار الجديدة لجميع خطوط المترو بزيادة تتراوح من 25 إلى 30% والزيادة تمت كالتالي أن 16 محطة إلى 40 محطة ستكون بعشر جنيهات أما المحطات الأقل من 16 محطة ستكون ب7 جنيهات بدل من 5 جنيهات وكذلك التسع محطات أصبحت سعر التسكرة بتاعتها 5 جنيهات الوزير برضه أعلن أن مدنية الوزارة وصلت إلى 110 مليارات جنيه وأن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تصرف الوزارة على نفسهم يعني الخطة اللي وضعتها الدولة لتطوير مرافق الدولة ومترو أنفاق واللي هو بيعد محور حيوي اللي بيستخدمه جميع المواطنين المصريين وخاصة أن هناك إحصائية بتتحدث أن فيه 4 مليون ركب يوميا بيستخدموا هذه الوسيلة لنقل اللي بنسهل نقل الركاب دون إزدحام برضه فيه موضوع مهم جدا عايزين نتكلم فيه تاني برضه بخصوص زي ما هناك فيه تحركات في الداخل فيه تحركات أيضا من قبل القيادة السياسية في مصر لفي الخارج وأن النهاردة فيه خبر مهم جدا عن أن فيه 21 طبيبا من قدار الجراحين وستيزة الأطباء بالجامعات المصرية وصلوا إلى بيروت من أجل العمل في المركز الطبي بالجامعة العربية ببيروت بتقديم الدعم للشعب اللبناني وده واضح مجدا من التوجيهات اللي أصدرها رئيس عبد الفتاح السيسي بتكسيف الجسر الجوي لإرسال المساعدات الجوية العجلة للبنان بهدف مساعدة ومساعدة الشعب اللبناني على مواجهة تدعيات انفجار مرفق بيروت الذي خلف العديد من القتلى وألاف من الجرحة يعني بصراحة يعني عايز أتكلم مع ضيوفنا كرام على افتتاح المشروع النهاردة المرحلة الرابعة من الخط الثالث المترو وبداية تنسيات المستشار يعني دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعودنا أنه هو في أي مناسبة وخاصة إحنا مقبلين على العام الهجري كل سلام حضراك طيب حضراك طيب شايف حضراك المشروعات اللي الدولة بتكون بيها وتفتحها في مناسبات من أجل يعني تحقيق تنمية مستدامة أولا بسم الله الرحمن الرحيم بنوجه التعازي للأستاذ محمد الأشعابي في وفاة خالو وإن الله وإن الله يرجعون وبنوضي رسالة من الشعب المصري عامة والسادة محمين مصر خاصة للشعب اللبناني الشقيق عن الانفجار في مرفق لبنان وبنشكر القيادة السياسية المصرية بأنها وجهت كل دعم وإمكانات الدولة المصرية لمساندات الشعب اللبناني الشقيق طبعا بالنسبة لمعيار تنمية الدولة المصرية في خلال العشر سنوات الأخيرة بعد تعرضنا لأحداث يناير 2011 إلى وقتنا هذا فأنا شايف أن الفكر منظم وفي قراءة من القيادة السياسية للمشهد المصري ومعوقات فترة 30 سنة في أن نحن نواكب التطور العالمي وتطبيقه على وجه الأرض فالنهار دا لما نيجي نتكلم في فتحات فخامة السيد الرئيس اليوم وهي المرحلة الرابعة للخط الثالث من شرف المتو الأنفاء القيارة القبرى طبعا عجلت عظيمة وبرضك المحطة الإقليمية اللي هي محطة سيادة المستشار عدل منصور برضك دي فيها لفتة شكر لكل القادة الوطنيين المصريين في فخامة الرئيس بيقرم معاني المستشار بذكره في اسمه على محطة النهاردة سيادة الرئيس أهداد درع درع مرض يعني هو بصراحة من الرموز الوطنية واللي حافزت على الدولة المصرية في مرحلة صعبة جدا انتقالية وكانت مرحلة كانت محتاجة لحنكة المستشار عدل منصور ونشكره على دوره الوطني اللي قائم بيه أنا طبعا من القراءة للملف التوجه القيادة السياسية المصرية نحو جذب الاستثمارات العالمية فهو قنقارئ جيد للمشهد إن معاوقات الاستثمار الأجنب في مصر كان أهم ملف فيها النقل والمواصلات وتوفير البيئة اللي تجذب المستثمر العالمي في إنه يجي استثمر في مصر في مشروعات قومية فطبعا النهاردة الشعب المصري طبعا واعي ومدرك لما يرأى أمام عينيه من التطوير وطبعا لا بد من التطوير إن احنا نشارك ونتحمل تكلفة هذا التطوير فطبعا الزيادات اللي تمت على تذكر المترو فطبعا النهاردة انتو شفتوا بينيكوا قبل زيادة ما وصلنا إليه فطبعا برضو لازم الشعب يتحمل في إن احنا مع قيادة السياسية في تؤفير المناخ لجذب الاستثمار أستاذ رعب الشعب لازم يتحمل من أجل توفير المناخ لزيادة السمار طبعا بسم الله الرحمن الرحيم هو في البداية نعزل أستاذ محمد الإشعاب في وفاة خالو سنة نحن بنهني الشعب المصر كله بالعام الهجري الجديد كل سنة حراركوا طيبين حضراتك ونشكر فخامة الرئيس في إنه هو بيدعم لنا الطرق بيدعم لنا المواصلات وده كله بينصب على المواطن الغلبان الشقيان التعبان إلا أنا ما معيش أجيب عربية النهاردة فبلاقي متر الأنفاء اللي بينجز لي بيوديني أربعين محطة النهاردة لما تكون بستاشر جنيه أو بعشر جنيه أو بخمساشر جنيه هي في المتواصل وفي المتناول لما يكونوا أربعين محطة يعني حوالي ساعتين أنا لو ركبتهم في مكروباز هعدي المبلغ فالنهاردة هو تحمل من الشعب الفقير ولكنه بيوفر لي مساحة من الوقت في المواصلة نفسها وبيوفر لي مساحة من الجهد ومساحة من المبلغ المالي ممكن أدفعه في المواصلة اللي أنا هركب تمام فالنهاردة متر الأنفاء سهل علي ويسر علي وعمل سيورة مرورية الحاجة الثانية وبنشكر فيها فخامة الرئيس تسهيل الطرق العادية بعيدا عن المترو تسهيل الطرق العادية كمية الكبار النهاردة عملت سيورة مرورية فخمة سيورة مرية أنت ما بتحسش النهاردة في إشارة ما بتلاقيش إشارة وقفة زي الأول كمان إنها بتشجع بتشجع على الاستثمار وده اللي أنا جاي فيه لحضرتك النهاردة المستثمر الأجنبي لما يكون عندي الخط اللي خارج من السلام وواصل للمنطقة للعاصمة الإدارية النهاردة المستثمر الأجنبي عايز مكان واسع مكان صحرة يبني فيه ويعمر وفي نفس الوقت عايز عامل النظافة والموظف والكاتب والمحامي اللي شغال معا في الشركة يلاقي المواصلة اللي تنجز له إن هو يجي الشركة بوقت معين إذن المترو أنجز لي عاجات كتير وده شكر الخاص للسيد الرئيس بخامة رئيس الجمهورية سيادة المستشارة عايزين نتكلم بقى في موضوع حلقاتنا النهاردة اللي المتعلق بالأسرة المصرية وبيشغل بقى الأسرة المصرية هو الطفل المصري الموضوع يعني الترابط الأسري دلوقتي بقينا بنشوف فيه تفكك أسر وبيانتك عن هذا التفكك ضحايا من ضمن هلاء الدحايا الأطفال الطفل طبعا الطفل بيعد هو الضحية الأساسية الأولى أو الأساسية فيه بعد الانفصال بين الزوجين أكيد في حقوق وضحها القانون أو المشرع لي حماية الطفل بعد انفصال الزوجين ما هي الحقوق التي يحصل عليها الطفل بعد انفصال الزوجين هو أولا طبعا اللي هي مناجدة للمشرع المصري أنه يعمل جلسات استماع تشكل من كل من هما فيه دور العدالة المصرية اللي هما السادة القضاء والسادة المحامين والسادة النواب في المجلس التشريعي بغرفته إن شاء الله فيه جلسات الاستماع إحنا طبعا من جانبنا كمحامين مصر مسؤولين على الملف ده مسؤولية مباشرة ومسؤولية غير مباشرة مسؤولية مباشرة إن إحنا لازم يبقى لنا دور إن إحنا نحاول نربق كل الأداء والصدع اللي ما بين الأسرة على أساس ما يبقاش فيه التجاء للقضاء قدر الإمكان ثاني حاجة إن السلبيات اللي في القوانين دي لازم إحنا لنا أطرحات والرؤى في سد هذه السلبيات فلازم يبقى فيه جلسات استماع من المشرع المصري لهذه السلبيات نيجي نتكلم هنا بقى النهاردة للدور الوعي الديني والوعي الاجتماعي والوعي الثقافي للشعب المصري إحنا دلوقتي بنادوا كل شاب وشابة من المجتمع المصري التروي في الاختيار ويبقى فيه النهاردة يتعرضوا على الأقل للمدة شهر للسماع من كل ما هما في داخل الدور العدالة إن الزواج استمراره إيه وبنيته إيه وإيه شروطه إيه ويبقى فيه تحمل لكل الالتزامات قبل الترفين ولكن النهاردة اللي بيحصل برضو فيه تعديلات للقانون محكمة الأسرة فالتعديلات دي على وجه الحقيقة ما قامتش بالدور اللي من أجلها شرعت يعني ما كاتب تسوية مفروض إن يبقى فيها خبير وفيها 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 رجل دين يحس الزوجة أو الزوجة على إنهم يحافظوا على كيان الأسرة ولكن وللأسف في التطبيق مش متواجد فإحنا دي مناجدة للمشرع إن إحنا عايزين نفعل الكلام ده كله زائد برضو كإحنا عندنا من ضمن المهام الجسيمة لنقابة المحامين المصرية هو ملف المساعدات القضائية للمجتمع المصر فأنا برضو كبطلب من نقابة المحامين تفايل هذه المهمة الرئاسية في إن إحنا النهاردة يبقى للسادة المحامين دور في النهاردة إن أنا أوئد المشكلة الاجتماعية للأسرة المصرية في مهدها وفي مرحلة التقادي يعني أنا عاوز إن المحامي يبقى فيه حنكة ويبقى مضرب على إنه يقدر يجيله الموكل بتاعه ويستدعي الطرف التاني وبإذن الله نقدر نحل المشكلة بدل من نحلها للقضاء لعاوزين نجنب المجتمع ضحايا للانفصال اللي هو الطفل إحنا كلنا ده هو قادة المستقر تاني حاجة عاوزين ننقل التجربة الأوروبية في الرعاية الاجتماعية للمدرسة يعني حضرتك دلوقتي في ألمانيا الطفل بتعرض للكشف الصحي والنفسي دوريا في المدرسة ولو فيه أي ملاحظات بيستدعي ويقوليها أموره الطفل ده بيبتدوا نقشتهم فيما ترق على الطفل من التغيرات فإحنا عاوزين نفعل الكلام ده لدى الدولة المصرية وفيه اتجاه طبعا أنا بردو يعني بقشيت بالفخامة الرئيس إنه عمق البيئة التكنولوجية وفيه اتجاه لرقمانة الدولة المصرية وكلف كل وزارة إن هي تعد مشروع لرقمانة وزارتها فأنا مثلا وزارة السياحة اتجهت وفيه بردو حاجة جميلة إن وزارة العادلة اتجهت وفيه قيد الدعاة الإلكترونية وعمل التوكيل الإلكتروني فإحنا عاوزين بردو إن فيه اتجاه في وزارة التربية والتعليم النهاردة إن هي بردو كيبقى فيه تفعيل بقى الأوبين بوك والدراسة الإلكترونية ولكن عاوزين نتكلم بقى في وزارة إيه الصحة ودورها في بردوك توجيه الرعاية الصحية والكشف على الزوج أو الزوجة قبل الزواج بردوك لتوجيههم نفسيا واجتماعيا لتوققوا للمشاكل اللي بقت غريبة على المجتمع المصري في الفترة الأخيرة فدي مناجدة تمام أستاذ رعب هناك إحصائيات بتتحدث عن إن هناك تسع ملايين طفل إجمالي عدد أبناء المطلقين حضرك شايف إن هذا الرقم ده مش مخيف جدا حاليا إلى جانب إنه أيضا ليه اللي ما يكونش عندنا ثقافة الانفصال اللي هو يحافظ على الطفل وإن هو ينم الطفل بدل الانفصال لإن الحصائيات بتتكلم برضو إن عندك 41% من أبناء الانفصال يعانون مطراب نفسي نهاردة عزي محمد المجن عليه الأول في الخلاف الأسري هو الطفل نهاردة الطفل بيبنى به الوطن بيبنى به المجتمع هو سمرة الحياة الزوجية ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وخلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها بمعنى السكينة ويقصد منها الاستقرار الأسري النهاردة لما يكون فيه بين الزوج والزوجة استقرار هينمو الطفل في رعاية صحية رعاية اجتماعية رعاية ثقافية واخد حقه في التعليم واخد حقه في التربية النهاردة هيبنى لي مجتمع متحضر مجتمع ثقافي يقدر يعمل لي وطن سليم أما النهاردة لما يجي دور على التفكك الأسري وفيه صدامة بين الأب والأم يخلق طفل متشرد ضائع وهو اللي بيبقى المجنع ليه لأنه ما بيلاقيش اللي احتضنه النهاردة الصدامة اللي بيحصل بين الزوج والزوجة الأب والأم المجنع ليه الطفل ليه إيه السبب في كده إن الأب بيتفرغ والأم بتتفرغ للتصدي بعضهما البعض في أروقات المحاكم أنا هدور إزاي أكيد لزوجتي وزوجتي هتدور إزاي تكدلي في المحكمة وترفع عليها دعاوة عدة وأنا هرفع عليها دعاوة عدة كثيرة يعني فالنهاردة يبقى الطفل هو المجنع ليه ما فيش حد بيرعاه أنا النهاردة بقى متصدر المشهد مع زوجتي إزاي هروح المحكمة وإزاي عمل لها إنزار طاعة وهي هتتصدر لي إزاي يرفع علي دعوة نفقة وإزاي يرفع علي الأيمة وإزاي يحبسه وإزاي بهدله النهاردة الدور المجتمعي متوقف على إن الطفل لازم يطلع صالح هيطلع صالح إزاي والأب والأم متفككين يبقى النهاردة الإحصائيات دي بالنسبة لحالات الطلاق الموجودة إحصائيات سليمة ولكن ده سببه إيه سببه إن ما فيش من الأول من بداية الخطوبة رعاية زي ما قال الأستاذ محمد زميلي إن أنا أحط وضعية ما بين الخطيب وخطبته إن هم يتروا في إنعقاد العلاقة الزوجية نفسها النهاردة إيه أسباب الخلاف ما بين الزوج والزوجة تخليهم يتفككوا سبب الخلفة طب أنا لو كشفت قبل ما تجوز كان ممكن أعرف إن ما فيش خلفة يبقى مش أتجوز يبقى النهاردة همنع الخلاف اللي هيحصر فيه ما بعد وإن أنا يبقى فيه طفل يتشرد أو ما تشرطش ده المنوض إن الطفل ليه حق في رائبة الأب والأم المفروض إن هم على وعي كبير ساعة ما ييجي وفكروا في انفكاك أسري النهاردة عايز أتكلف النقطة اللي حالي قلت عليها ليه ما ننفصلش بالهدوء يبيحترام على قاله في حاجة ومثل عندنا في المناطق أو في أريفنا وفي مناطق الشعبية زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف أنا ليه لما رحت خطبت بعد إذنك يا حاجة أنا عايز أخطب بنتك طب ما أنا باجي لو في انفصال بعد إذنك يا حاجة إحنا هننفصل لأسباب إحنا مش متداركين مع بعض ما فيش استقرار ما بيننا ما فيش عشرة في استحالة للعشرة هنا هيبقى فيه اتفاقات ما بين الأب والأم الزوج والزوجة وما بين الحمى والحمى إن نقدر نشوف الأطفال دي هنعمل فيها إيه هتتربى إزاي يبقى الطفل خد حقه وطلعت الموضوع ما بين الزوج والزوجة بخلاف لم يصل للمحكمة لم يصل للإنفكاك الأسري اللي إحنا بنتحدث عنه اللي هو بتسبب في تشرد الأطفال معذرة نصص رعب برضو بتكون الأسرة لها عامل في هذا الموضوع ما هي الأسرة دور يعني إنت هتغيرت دلوقتي إحنا بنتكلم في نقطة إن ليه ما نفصلش وإن الأسرة لازم زي ما أنا ملتزم ما أحيانا بيبقى الأسرة من الجانبين هي بتزيد الاشتعال في هذا الأمر ده موجود يا سيد محمد بس قليل جدا يعني أنا لو حسبت عندي حضرك قلت الحالات حوالي أنت عدت ملايين النهاردة لما أجأ أقول عشرة في المية منهم طب حضرتك إحنا هننفصل بالتراضي وفي حق للطفل ده لازم نجيبه أنت يخد السكن ومعاك الأطفال وأنا هصرف قد كده على عد يساري لإن المحكمة بتاعكم بنفع بتاعكم على قدر يسار الزوج فأنا على قدر يساري وإنتي عارفة كويس جدا هستطيع أصرف قد كده إيبقى فيه اتفاقة النهاردة لو أصبح فيه اتفاق بين الزوج والزوجة لن يشرد الطفل لو أصبح فيه اتفاق بين الزوج والزوجة لن يشرد الطفل لن يضيع الطفل لن تجد هناك خلافات زوجية داخل أرواق المحاكمة لأن الطفل خذ حقه وهو النهاردة الزوجة بتذهب للمحكمة ليه؟ أول حاجة بتطلبها إن أنا عايزة حقق عيالي طب معذرة بس معانا اتصال هاتفي معانا مين معانا مدام هدى السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم أنا عايزة عني مشكلة لو سمعت اتفضلي حضرك أحكي أنا ابني مسافر بلد أجنباي تمام حضرتك تمام وسايبلي ابن بنته وسايبلي ابن وزوجته ومش ناوي ينزل خالص معلش تاني بس سايبلك مين يا فندم تاني هو متجوز ومخلف ولد وبقاله مخلف ومخلف ولد وبقاله ست سنين دلوقتي وأنا دلوقتي أنا مقدمي له في شقة اسكان اجتماع اللي هو التامن ده تمام حضرتك وسايبلي توكيل عام توكيل عام وهيمشوا من الشقة خلاص وملهمش أي منفذ خالص طب أنا عايزة اشتري الشقة ديا وأشتريها وكلام مين ده علشان ما يخرجوها حالة إنسانية لو سمحت اللي اللي لوق ثرفة اللي هو يسترفلي في الموضوع ده هوا أخذ الشقة بحيث انهم يبقى لهم مزة لهم مزة ويقاضوا فيها تمام هو طبعاً هو طبعاً هو طبعاً هو سيب لها زوجته وإنها بدون نافق ومنفق وعندوش الرغبة إنه يرجعه وفي نفس الوقت عاملها توكيل وعاوزة تستفيد من الشقق السكنية المقدمة من الدولة للأكثر رعاية فدي طبعاً محتاجة التماسي يقدم للجاعة ويتعرض عليها الأمر وقرار طبعاً مفاوض لها وإحنا في معناهية الحقيقة هنسيب أرقام تليفوناتنا ونقوم بأي مساعدة هي تتطلبها خلص مدام هودا سيادة المستشار هتوصل مع حضرتك وهيسيب أرقام تليفونه لحل هذه المشكلة إن شاء الله بإذن الله سيادة المستشار يعني عايزين نتكلم فيه القانون المصري تمام تمام ناخد معنا اتصال تاني اتفضل خوز مصطفى منين؟ خلص نعيش نقطع الاتصال سيادة المستشار عايزين نتكلم القانون هل يحمي القانون التفل المصري من إهمال الأسرة في الرعاية الصحية الرعاية الإكتماعية الرعاية التعليمية هل هناك قانون ملزم بذلك؟ أكيد طبعاً هل عندنا قانون التفل كان آخر تعديلات عليك في 2008 وطرق التعديل التاني طبعاً هنا الطفل ما بين الميلاد لسن 15 فهو يعتبر فاقد الأهلية وليه وليه طبيع عالي فالنهاردة إذا كان الطفل ده متهماً فحتى العقوبات اللي بيتيجي عليه هم تمام العقوبات منهم التوبيخ وبالنسبة ليه ارتكابه لفعل أما إذا كان مجنى عليه طبعاً ويتعرض فهنيجي هنا نفرق ما بين انه هو يتعرض ليه الإهمال من جانب الأسر أو انه بيتعرض بيبقى ضحية للمجتمع تماماً فهنا طبعاً المشرع وضع ومغلز العقوبات بالنسبة للعذوان على الطفل ده لأنه احنا النهاردة فيه مواصيق عالمية العنف ضد الطفل لقانون انا بتحدث على النقطة مهمة جداً الاهمال نفسه انا اهملت ابني في عدم ان انا اوديلي طبيعي اهملته في عدم حقه في التعليم عدم الصرف على النفقة او الصرف عليه انا بيتكلم في النقطة دي هل فيه قانون محدد للعقوبة ولا لازم حد يتقدم ببلاغ للأسف هو النهاردة طبعاً ان حضرتك احنا بتكلم في بيئة طبيعية ان فيه زوج وزوجة تماماً انت حضرتك هنا بتتكلم ان النهاردة لو تعرض الطفل ده لاهدار او لعدوان على حقوقه ومن جانب الزوج والزوج للأسف دي فها فراغ تشريعي فدي هي دي المشكلة ايه السبب هذا الفراغ؟ فهي دي فراغ تشريعي دي محتاجة قانوني سن الموضوع ده تماماً انما احنا بنتكلم دلوقتي الدولة المصرية في حقوق الطفل فعندها دلوقتي موثيق الدولية زائد القانون المصر مشكلة بقى الطفل الاجتماعية هنا عاوزين زي ما بقول لحضرتك ايه انه النهاردة الطفل مين اللي هيقدر يروح يبلغ بتعرضه للعدوان من بابا او مانته تماماً فهنا بقى الدور المشرع فانه هنا في مدرسة في مجتمعات المدنية انه هي ممكن تراقب هذه التصرفات عن طريق مثلا الشؤون الاجتماعية من المدرسة او يبديها الصلاحيات فانها تخاطب الناس دي وتشوف فيه اه ما يرتقل للإهمال او الجريمة ويبتدي تعمل مذقيرة وتوجهها بقى الاجهات انه يبتدي يحعقق مع الزوج او الاب او الزوج او الام تماماً فهنا دي فراغ تشريعي تماماً اه ارجعلك تانا ستة مستشعر بخصوص نقطة الفراغ التشريعي والحل لهذا الموضوع فضر معنا مصطفى بن انجيزة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سوز محمد أولاً ببرج لحضرتك على البرنامج الجديد أهلاً بحضرتك وربما يجعله إن شاء الله كده فتحة خير عليك يا رب أنا أبتكلم حضرتك بصفتي أخصائي نفسي قبل ما تتكلموا على موضوع التشريعات أنا محتاج بس أضيف حاجة بسيطة جداً اتفضل سوز محمد أولاً قبل ما نتكلم على تشريعات الطفل والوضع اللي هو يكون فيه من ناحية قانونية بعد الأب والأم والمشاكل اللي حصلت ما بينهم فيه مشكلة متجزلة المفروض إن احنا نعالجها قبل ما نبص للتشريعات وهي مشكلة النفسية بتاعة الأب والأم بمعنى قبل الجواز لابد إن الأب والأم يخضعوا لاختبارات نفسية ونشوف مدى أهليتهم إن هم يصلحوا للجواز وإن هم يشيروا مسؤولية أولاد وبيت ولا لأ لأن للأسف الشديد ما بتحصل للخلافات دي ما بين الأب والأم الضحية الأولى بتبقى الأولاد الضحية الأولى بتبقى الأولاد فعرجوا إن يكون فيه هناك توجه عام التوجه ده من شأنه يكون فيه نوع من أنواع الأرشادات النفسية والتعليمات اللي خاصة بالعلاقة الزوجية وإن الموضوع مش مرتبط بكلمة حب أو علاقة أو ما شابه الموضوع مرتبط بمستقبل أجيال جاية الأجيال دي ممكن تكون مضطربة نفسيا لو شافوا أي خلافات ما بين الهب وما بين العمو ونرجع نتكلم في حتة التشريعات إحنا عندنا المشكلة في الأساس يا سيد محمد نتكلم في أساس المشكلة وبعد كده نبص في حتة التشريع لأن أساس المشكلة عندنا فيه خالل أصلا طب أنا دلوقتي عندي دلوقتي في مصر فيما لا يقل عن تلاتين مليون طفل بين أهلهم مشاكل بينهم وبعد دول ما صيرهم إيه لما يكون إحنا المشكلة نفسها وجذورها الخاصة بيه لم شمله بأسرة والزواج المبكر والماديات والأم مش عارف يعنيه بيت والأب مش عارف يعنيه زوجة واللي عارف يعنيه بيت فبالتالي هنصل لنقطة الخلاف المحاربة بتكلم في هذه الوقتي تشريعات ما قبل وما بعد الخلافات ما بين الزوج والزوجة لكن إحنا المشكلة نفسها لحد الآن إحنا مش لعين لها حل وإن أنت حاضرة تنطلع طبعا على الإحصائيات المفزعة بصراحة اللي بتحصل بسبب الإحصائيات اللي خاصة بالطلاق حاجة مفزعة وحاجة محزنة إن المجتمع المصري اللي معروف بالترابط ومعروف بالإنسانية يصل للمرحلة المزرية دي من حالات الطلاق والتشرد اللي بيحصل بالنسبة للأطفال فعلا تمام جدا شكرا أنا أصوز مصطفى على المداخلتك الجميلة معنا سيادة أصوز رعب المداخكة بتتكلم من إحنا حضرتك في النقطة اللي كنت تتكلم فيها إنه يكون في تصفيف وإختبارات فترة الخطوبة يعني معمول الاختبار ما بين الزوج والزوجة النهاردة هل الزوجة دي تقدر تتحمل مسؤولية بيت تربي أطفال وتطلعهم الموضوع ده موجود في المحاكم يعني هل هزا الاختبارات هل بيقى موجود لا مش موجود وما فيهوش تشريع إنه هو فيه فترة خطوبة وده عادات وتقاليد وليس قانون فترة الخطوبة لكن هناك فيه بعض الأسرة بتخلي فترة الخطوبة سنة وبتشترد ذلك وبتشترد كده وده صح على ألأ يبقى فيه اختبار ما بين الزوج والزوجة إنه هم هيدارة تحمل مسؤولية الأطفال اللي هينتجوا عن هذه العلاقة الزوجية ولا لا لكن هو عرفا هو ده متعرف عليه لكن هناك ساعات بتلاقي زوج وزوجة مثلا زوجة عايش في بلاد برة وجاي بيجي يخطب 15 يوم ويتجوز العلاقة دي بتنتهي بالفشل لأن ما فيش أصلا هو ما عرفهاش ولا هيعرفته 15 يوم ما هيش أساس العلاقة الزوجية ينتج عنها أطفال كونه مجتمع فده اللي احنا بنتكلم فيه إنه لازم يبقى فيه تروي ما بين إنسان رايح حفته بإنسانة يبقى فيه فترة تروي ما بينهم يقدروا يخطبروا بعض يقدروا يعرفوا ايه مميزات وعيوب كل واحد فيهم هيقدروا يتطبعوا بطبع بعض عشان يقدروا يعيشوا بعد كده ولا لا لكن النهاردة لما نلاقي فترة خطوبة بتا عدا الشهرين يبقى أكيد العلاقة الزوجية هتكون فشلة ناتج عنها الفشل ده نفس اللي كنا بنتكلم فيه من شوية تمام سيادة المستشار أريد أن نقطة الحضر لك بكلم فيها وهي الفراغ التشريعي إزاي نعالك هذا الفراغ وخاصة إحنا معنا حصائيات برضو بتتكلم إن فيه عنف يعني بنتكلم أنا بكلم حضر لك بقى فيه العنف نفسه ضد الطفل يعني فيه أطفال فيه أحصائية خاصة ببلغات بالعنف ضد أطفال ضد أباء وأمهات منفصلين انقسمت إلى 68% ماشي مقابل ده عنف بدني مقابل فيه عنف نفسي 82% شايف طب ممكن أخد معنا الاتصالة معنا الاتصالة نارده كثير أنا أخد محمود ونرجع لحضرات تانية سيادة المستشار فضلا محمود سلام عليكم عليكم سيادة المستشار سيادة المستشار أنا معي مشكلة طب المطمير أهلي غدر علي واستغطر علي اللي أنا فيه وصربوا بهايني وصربوا حالي وصربوا حاجتي وطردوني من البلد ومعي أربع بنات ومعارش رقبين حتى من ضمن المشاكل ستغطاشوا مراطي هنجتلك هنعملك هنخليلك اتبالك والمشكلة دي عملت فيها محاضر ياما وقلت فلان ما هددني بالجاسل وفلان ما هددني بالجاسل وعملت محاضر في كل الناس تمام كل الناس اللي هددتني وكل الناس اللي أهلي جابوهم ناس بلطجية ودخلوا علي بسلاح وخدوا مواشي وخدوا غنم تمام ميش يا سيد محمود طبعا بعدها باجا عملولي عملولي محاضر بالكذب محمد واحد اسمه محمد بفرج عملني محضر مش عايزين بس نذكر أسماء معنا على الهوى معدس شخصوز محمود طيب ما عليش يا أستاذنا طبعا أنا استركت يوم خمسة وعشين تمانية عالفون وثمانتاشر تمام فبعدها خمسة وعشين واثناشر نبسوني جوادي بفرجة طب سواني بس السيد محمود السيد محمود سواني بس يعني احنا عندنا مفيش حاجة اسمها تلبيس قضايا والكلام ده يعني حضرتك يعني ايه مشكلة هنتكلم فيها مع سيادت المستشار لان طبعا احنا عندنا القضاء المصري معروف من الزهد وعندنا الشرطة بيتحقق في كل القضايا وبيجيب للناس حقا احنا طبعا اتلاقي فيه ملابسات للموضوع وممكن يكون فيه طرق ما سلكهاش الأستاذ وفقا لما رسمها القانون فاحنا طبعا بنوعيده وده دورنا ان بعد انتهاء الحلقة ان شاء الله نتواصل معه ونستمع اليه ونوجهه التوجيه السليم شكل الحلق اليه فما التواصل معانا الاستاذ ساميه معانا تفضلي ايه والسلام عليك ايه ايه もسيط على رجال ااا لو سمحت ممكن اسأل المستشار فح wander تفضلي حضرتين انا بالوقت ابن مطلق. ومراهد وخدت كل حاجة طلقها. المحكمة طلقتها يعني. ابن مطلق. مم. تمام. وهي ايه سايبة طفلة. مم. ما سايبة اكترادوها عندها ايه? عالم السن. وهي بالوقت بقت الطفلة عندها سنة تاني وشوي. هي الممكن هي تاخدها تاني بقى وما طلبتها في اي وقت خالص ولا تشوفها ولا اي حاجة. مم. من حقات انا تاخدها بعد ما خدت كل هي حاجتها بقى وخلاص تطلق. تمام. شكرا. سيادة المستشاري اوضع لحضرتك. هو طبعا موضوع حضانة الام لا يجوز التنازل عنها ولا تسقط الا وفقا للضوابط المقررة وفقا لماس القانون. فمعنى ان هي ما طلبتش. لكن ده حق مقرر لها بمقتل الشرع والقانون. ولكن اه ترتيب الام للمطلق. فهو ترتيب تالي لام المطلق. فهي طبعا النهاردة هي تم الطلاق والبنت او الصغيرة مع الام لاب. فموضوع ان هي طلبتها او ما طلبتها او متنازلة عنها ده لا يقبل شرعا ولا قانون ان هي تتنازل عن الحضان. ما في حاجة برضو مستفزة يا سيدة المسجر. يعني واحدة تخلت عن ابنها او بنتها لمدة سنتين. بعدها كانت بتطلب بالنية تاخدها. احنا متكلم في الحق هي هنا. احنا متكلم في القانون من حقها. المتصلة بتقول ان هي ممكن تيجي طلبها او ممكن تيجي طلبها. ده القانون. من حقها ولا وحتى لو مضت عن انها تتنازل عن الحضانة ترجع. حتى لو مضت. او. ان ده حق الطفل. مش حق ايه للمطلقة ولا المطلق ولا ترتيب الحضانات. اه. الطفل ده حقه هو انه بقى في حضانة ام. امه تخلت ده موضوع تاني. انما محدش يقدر يمنع يعني الطفل بقى في حضانة ام. شرعا وقانونة. فهي طبعا بتكلم في موضوع في علم الغيب اللي هو المستقبل ان هي هل تقدر تاخدها اه تقدر تاخدها. افكر الشرع وقانونة. طب والاب. الا اذا بقى فيه كان فيه مسقطات الحضانة. الاب. بالنسبة حضانة الاب. ماهو مفيش حضانة للاب هو الحضانة للنساء اولا اه. يعني انتقال الحضانة بعد زيب. ها هو فيه ترتيب. كلها لنساء. ام. شرعا وقانونة. يعني الترتيب الاب رقم كي وحضانة. ماهو فيهش الاب. هاهم اتكلم فيه في الترتيب في الجدوى الاخر واحد بس طبعا هيبقى فيه اخوات الام. بس فيه مكترح ان هو يكون رقم اربعة او تاني واحد. او دي ها هامتكلم في الواقع دلوقتي فيه الام 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 الاب الاخت الام الترتيب كده. فما فيش اللي هو وهو آخر حاجة بقى مفيش مهد الحضانة الحضانة المشارع قرر أن عدم جواز التنازل عنها بأي طريق لا يجوز للزوجة أنها تتنازل حضانة أبنها ولكن وضع ترتيب زي ما قال الأستاذ محمد من أم لأم الأم لأم الأب لأخت الأم لأخت الأم لأخت الأب الأب هو آخر شيء في الحضانة في القانون المصر لكن ما نتمنى أنه نضعه في نص بعيوننا أن نخليه حتى الثالث أو الرابع أو فيه مقترح كان مقدم في مجلس لن نوفي قانون الأحوال الشخصية لم يقرر حتى الآن كان يتحدث أن يكون الأب رقم 2 لم يقرر حتى الآن فقط أن الأب يكون أحن على ابنه من أي شخص ثاني احن على ابنه من أي شخص ثاني يعني الأب هو الأم هو الأساس الطفل يحتاج لرعاية الأم أكثر من رعاية الأب كون شخص مهمل أو الشخصة دي مهملة فده حالة استثنائية لكن أغلب الأمهات طبعا بتبع هي الأكثر حنية على الأبن وهي الأكثر معرفة للابن واحتياجات الابن فعشان كده المشارع المصر نظامها انها تكون للأم الأول تبا هي في المرتبة الأولى ثم أم الأم انت حتركت كلمة في نقطة مهمة جدا ان الزوجة ليس من حقها انت تنازل عن حضانة لا يجوز حتى لو تنازلت حتى لو تنازلت واقرت بذلك في إقرار تمام هل في قانون هناك هل في قانون تنازلها عن الحضانة باطل لا يجوز حتى لو أقرت بذلك ورقة لا يجوز لأن ده حق للطفل وليس حق لها زي حاجة تانية عدم جواز تنازل الزوجة عن نفقة الطفل تتنازل عن حقها هي لك الطفل لا تتنازل عن حقها أما نفقة الطفل لا يجوز لها التنازل عنها لأن ده حق من حقوة طفل وليس حقوق الزوجة طب ماشي انا نتكلم تاني يا سيد زرعد ايه الحقوق الأخرى غير حق الحضانة بالنسبة للطفل كل الموثيق الدولية حقوق الإنسان سنة 48 منظمة حقوق الإنسان وضعت موثيق دولية في حقوق الطفل وجميع الدستير بتنص على حقوق الطفل أولا هي حقوق الرعاية الصحية الرعاية الاجتماعية الرعاية الثقافية التعليم النهاردة لما بيروح الطفل والدته للمحكمة عشان طالب بحقوقه فيه طبعا النفاءات بجميع عنوانها فيه المأكل فيه حق الملبس فيه حق الحضانة فيه حق مسكن الحضانة فيه أجر الحضانة كل ده بتطلوب الزوجة النهاردة فيه حقها في التعليم والولايات التعليمية على الطفل حقها في طلب نفقة مصاري في المدرسة كل دي حقوق الطفل بتطلبها الزوجة بساعة ما بتذهب للمحكمة دي من حقوق الطفل هل ده بيراعي الدخل المالي للأب ولا هي الزوجة بتحدد المطالب بتاعتها أنا كمحامي عن الزوجة برفع دعوية بقرر في صحيف الدعوية إن الزوج مثلا دخله الشهري ما بين خمسة لعشر تلاف أو سبعة لعشرة مثلا نسبة قربية المحكمة بتعمل ايه؟ ما بتاخدش بالكلام اللي في الصحيفة الدعوة بتبعت حاجة اسمها خطاب تحري القسم الشرطة مشكورة الشرطة بتقوم بالتحري عن دخل ويسار الزوج وبناء عليه بتدي نسبة للطفل أو للزوجة أو للطفلة على حسب عدد الأطفال من الدخل واليسار ده يعني مثلا الزوج بياخد خمس سلاف جنيه في الشهر وعنده ولدين والأم وليهم نفقات ممكن تديهم في حدود ألفين اللي هو ايه أقل من التلتة حاجة بسيطة أو فوق التلتة حاجة بسيطة ده بيبقى حقه في النفاة مأكل وملبس ده بخلاف حقه في التعليم طب معنا اتصال تليفوني تاني معزراتا في حد عايزة أسأل حضركة السلطة المستشار تفضل معنا سلام عليكم وعليكم وعليكم وبركاته وبركاته متعادل على تشيطة المستشارة بالنسبة للمصالحة الزراعية بدأ من سنة كام لغاية سنة كام طب ممكن بس حدركة وقت صوت التلفزيون وتسمعنا تفضل حضرتك متعادل أعرف المصالحة الزراعية بدأ من سنة كام لغاية كام نافله كام مصالحة زراعية ده ما اه الياف تالي مبالك جديدها دي تمام يعني قانون التصالح في المصالح في المبالك ايه اوزرات الزراعية اه الله يرضى عليك تمام جدا سلطة مسشارة يوضى حضرتك طب معنا اتصال تاني ناخد رانيا ايوة مع حضرتك حضرتك وانا كنت انا مفاصلة بس انا مع عاملة عقد اتفاق مباني وما بين طريقي حضرتك وفي المحكمة اول ما عملت القضية اترفضت القضية وجدها دي كده حضرتك يعني عملت استئناف فيها وانا رفعت قضية تانية دلوقتي اجر مسكن واجر حضانة واجر كذا بس انا كذبة ربعمية ديني ممكن يقدر ان هما يزيدوا على اجر على اساس داخله يعني تمام واجر المسكن واجر الحضانة وكده حضرتك يعني ممكن هو المحكمة ممكن يطرفه التاني بسبب ان هو العقد وكده ولا اي حضرتك تمام جدا انا اعجبها حضرتك حضرتك تجول موضوع قانون التصالح نهاردة القانون 17 لسنة 2019 الخاص بتصالحات المباني صدر في شهر 3 2019 وتم تعديله بالقانون 1 لسنة 2020 21-3-2020 اللي هو تطبيق اللايحة التنفيذية للقانون الاراضي الزراعية فيه تصوير جوي حصل يوم 22-7-2017 واللي قبل التصوير الجوي هو بيقدم مصالحة تمام واللي بعد التصوير الجوي فيه موقوف على ان كان داخل الحيز العمراني او خارج الحيز العمراني ان كان في القرى والارياف ولا في المدن وبيختلف سعر المتر من مكان لمكان النهاردة فيه بقى اللغة اللي حاصل ان فيه بعض التعديلات اللي بتصدر خلال كل يومين 3 بيصدر تعديل جديد على قانون التصالح ده اللي مخلينا مش وقفين على مهيد قانون التصالح بالظبط ولكن الاجابة على سؤال المتصل ان الاراضي الزراعية يجوز فيها التصالح قبل القانون 17-2019 اللي بنيت قبل القانون 17-2019 سيادة المستشارة نجيب نلاوب على سؤال المتصلة للمدام رانيا هو طبعا النهاردة لو المحكمة فيه عقد ما بين زوجها او طلقها فالعقد دوت ملزم للطرفين في حالة اخلال احد الطرفين على العقد اما بالنسبة اللي انا فهمته من سؤالها انها لو المحكمة حكمت لها بما هو متفق عليه فهي من حقها تطلب زيادة المفروض حتى لو متوافقين عليه بس بعد مرور سنة من صدور الحكم ده يعني هالنهاردة لو هم مثلا قروا ان هو ليها نفقة شهرية 2000 جنيه وباتفاق مكتوب وتقدم للمحكمة والمحكمة قادت به فبعد سنة لها انها تطلب زيادة وفقا ارتفاع المعيشة فده حق مقرر ليه بس بعد مرور سنة من صدورها ده اللي انا فهمته من السؤال اللي هي عاوزة تتسأل انما مش العقد ان احنا توفقنا وقررنا وفقا لظروف معينة اننا مثلا سنة 2010 شيء 2015 شيء 2020 يعني المتغير بوفقا طلب انه مرور سنة عن صدور الحكم فيه نصيحة في النقطة دي للسادة المشاهدين ممكن نوجهها ان في حالة الاختلاف وكتابة الزوج والزوج عقد بالاتفاق على ما سيتم فيما بعد زي ما كانت بتقول المتصلة ان هما يتوجهوا بهذا العقد الى مكتب تسوية المنزعات الأسرية وتوصيق هذا العقد ويصبح هذا العقد بمثابة صيغة تنفيذية زي العكم الصادر من المحكمة يعني اتفعوا مثلا سيء على 1000 جنيه نفق شهرية بتاخد بها الزوجة صيغة تنفيذية وتقدر في حالة انه عدم السادات بترفع دعوة اسمها دعوة اداء مفروض اداء مفروض فرضوا على نفس الزوج وبتخلص في جلستين ما بتطولش زي الدعوة النفق العادية وبتاخد بيه حكم بإلزامه بالنفقة اللي تم الاتفاق عليها بموجب الصيغة التنفيذية في العادل والنعلي فدي نصيحة للسادة المشاهدين ان هما يلجأوا المكتب تسوية المنزعات في حالة كتابة العقد والحصول على صيغة تنفيذية على هذا العقد تمام معانا شحاتة من بحر الأحمر السلام عليكم وعليكم السادة لورك ممكن اتكلم سيبط المتشارة فاني اتفضل معاك حضرتك انا كنت نفذت حكم سيبط شهور في قيمة وخلّفت الحكم يعني فهل بعد كده بقى فيه حاجة عليها تاني ولا لا تمام ونفذت حكم في النفقة بشهر بس هو ده السؤال يعني أنا أزفهم بس فيه حاجة تاني بعد كده مثلا ولا أعمل أعمليه بعد يعني فيه حاجة تاني تمام معانا سادة المتشارة هيوضح لحضرتك سؤال حضرتك ويجيب علي فضل سادة المتشارة هو عبما طبعا فيه عندنا السؤال فيه شقين الشرق الأول في تبديد قائمة المنقلات الزوجية والشرق التاني هو بقول نواخات 6 شهور ننفس فيه حكم 6 شهور والشرق التاني التصالح أو ننفذ العقوبة زي ما بيقول فالموضوع ده هيبقى فيه عدم جواز خلاص الموضوع القضية الأمر فيه أما من موضوع المتجمد النفقة فده دين النفقة بالإبراء يعني هو مشكلة أنه هو برضو هيبقى فيه متجمد تاني وهيتحبز تاني وتالت ورابا فلازم يبقى فيه حل للملف نفسه الملف النفقة بتحديد أداء أو إبراء ما فيش حل وسط حتى هو لو نفس برضو هيبقى فيه متجمد لفترة تانية هيتنقفز عليه تاني وتالت وتالت تمام احنا عايزين برضو ناخد موضوع مهم جدا فيه هذا نفس القضية ونفس موضوع الطفل وقضية حقوق الطفل يعني فيه هناك بعض المحامين جزء قليل من المحامين بيستغل التفكك الأسري أو الخلافات الأسرية فيه نية تحقق نورها ربح عن طريق النية تساعد الأب أو الزجن ويرفع قضايا ضد ضد الطرف الأخر أنت حضرشك هلمع هذا الاتجاه اللي بيلجأ له بعض المحامين ولا أنت شايف إيه وإيه الدور المنطبي اللي تقوم به نقابة المحامين يعني فيه تقوية هذا الأمر أو في معالجة مشكلة الطفل ولجوء المحامين أنها بتزيد من هذه المشكلة بس قبل حضركم نجاوب معنا اتصار اتصارات ايه فيه من الجيزة واضح أن النهاردة اتصارات كتيرة جدا طبعا يعني تحت أمر الشعب المصري اتفضل أستاذ محمد معنا طب أستاذ محمد بس قبل ما تتكلم وط صوت التليفزيون الأول واسمعنا اتفضل 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 انا كان عندي مشكلة هنا انا من بلد ارياف من بلد ارياف طبعا العيار اتفضل 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 اهمك احنا عندنا الطبعا الثقافات متفوتة حتى ما بين الموتقدين ومن المحمدة عمي vegetables احنا كتير اوي بنحاول نحسن التصرف في ان احنا نجيب الأطراف ونسمع منهما خاصة ان احنا طبعا في بعض بتبقى في مناطق شعبية وبيلينا علاقات بكلفة الأطراف وانا من هذه النوعية من الزملاء اللي بتحب تنهي النزاع في مكتبي ويبقى فخور جدا أننا نهيت النزاع داخل المكتب ولكن فيه برضو مكاتب تانية بتلجأ أنها زي ما بقولوا إيه ده أنا هعمل وهعمل وهعمل على أساس بقى فيها استرزاء وإحنا طبعا بدورنا بيبقى فيه حاجات توجيه لنا على مستوى اللجنة قبل المحكمة الجزئية لتوجيه مثل هذه الزملاء لعدول عن هذا المسلك وعن هذا الطريق تمام أستاذ رعب حضرتك يعني إحنا كنا مفروض نتكلم عن نقاط المحامين والرسالة اللي حضرتك ووجهها لشباب المحامين في مثل هذه القضايا أنا أولا بنوجه يعني رسالة لانقابة المحامين بتسقيف شباب المحامين ودورهم في رعاية حقوق الطفل من خلال قضايا الأسرة اللي بتيجي ما كاتبهم النهاردة بداية المحامي أول ما بيجيه للقضية بيبدأ يستمع الزوجة أول كان الزوج اللي جايله بيبدأ يستمع الزوج وبيسمع منه القصة كلها دور المحامي هنا الناجح مش عشان خطر الفلوس لا يبقى أنا أفكق أسرة دور المحامي الناجح أن أنا ألجأ لحلول وتسوية وأقوم بدور مكتب التسوية اللي ما بيعملوش مكتب التسوية في محكمة الأسرة أقوم بيه كمحامي في مكتبي أن أحاول أحل النزاع بين الزوج والزوجة فأبعد الحدود بالطردية فيما بينهم ولو كان زي ما قلنا في أول الحلقة للطلاق بس بالطراضي يعني لو ما وصلتش للحل أن أرجع الزوج للزوجة تاني وارجع البيت تاني يتبني من جديد يبقى الحل الطلاق بالطراضي بدون اللي جئ للمحاكم وده مش هيسيق لي كمحامي ولا هيقلل من شأني بل ده أن هو هيزيد من شأني خاصة أن إحنا فعلا في مناطق شعبية بنبقى عارفين مين الزوجة ومين أهل الزوجة ومين أهل الزوجة ومين الكبير هنا ومين الكبير هنا ولو وجدنا الكبير هنا والكبير هنا في العلتين هنقدر نوصل حلقة وصل ما بينهم نقدر نحل المشكلة دي نوصل لحل المشكلة الأسرية دي اللي ممكن يترتب عليها زي ما قلنا ضيع الطفل وحق الطفل للأسف وقتنا خلص النهاردة وحلقاتنا النهاردة أنا وسعاد جدا بوجودكم يعني أخذ على لسانة حضرتك الحل بالطراضي من أجل حماية أولادنا وبحب بشكر في نهاية الحلقة النهاردة ضيوفنا لشرفون ومعنا في حلقتنا النسيات المستشار محمد سليمان جاد شكرا مرشح لمنصب نقيب محامين جنوب القاهرة والأستاذ رعب جابي المحامي شكرا وشكرا للمشاهدين وتمنى أن الحلقة النهاردة تكون نلت إعجاب حضراتكم وإن شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة لأحد القادم في نفس التوقيت وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله